السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني واخواتي المتابعين. مساكم الله بالخير. اليوم ان شاء الله بتحدث عن تطبيق جميل اه تعرفت عليه من فترة. وحاب انقل هذا التطبيق لبعض المتابعين اللي يحب اه يجرب. طبعا البرنامج او التطبيق عبارة عن برنامج يلون الصور الابيض والاسود القديمة. كل منا اكيد لهذة كريات جميلة. ويحب ان يلونها الى الوان. فنروح للتطبيق. طبعا روح للمتقر بلير. وثم نكتب تلوين الصور. يظهر معي مجموعة من البرامج. في عندي برنامج اسم تلوين الصور وفي برنامج اضغط عليه طبعا ونزل البرنامج. بس اعمل التنزيل. وبعد من اعمل التنزيل اعمل لفتح. طبعا يكون البرنامج وهالطريقة. آآ الحين اروح للصورة. طبعا انا استخدم حقيقي برنامج اللي هو على اساس اني انا اصور آآ صور او البطاقات او اي ان كان. طبعا هذه الصورة موجودة معاين فيما تشوفها تمامكم. بيب اضغط على الشاشة. واثبت الكاميرا واحد اتنين ثلاثة اربعة. ممتاز صورناها. طبعا جميل البرنامج ان على طول يحدد الصورة. وبعد من اخلص اقول له التالي. يمسح للصورة. ويعطيها لضاءة. ممكن انا اغير في اللضاء اللي اريد المناسب لي. مثلا هذي. او هذي. شوف هذي حلوة. وبعدها اقول له تيك اللي هي علامة صح. بعد من اخلص بعد هذه المرحلة اضغط ضغط المطولة بيصبع اعلى الصورة. وانزل تحت. واقول له حفظ الى المعرض. طبعا اذا بغيت اشارك الصورة اضغط مشاركة. واشارك الصورة اذا بغيتها بديف اذا بغيتها آآ آآ جي بي جي صورة او كصورة طويلة. المهم اني لا ما اريد. بقول لهني يلغاء. بضغط ضغط المطولة ومن ثم بقول له حفظ الى المعرض. خلاص كده الصورة انحفظت الى المعرض. تمام? الحين ارجع لي البرنامج. ارجعنا للبرنامج. اقول له آآ مسح. استيراد الصورة. وبعدين اختار الصورة اللي نريدها. اخترنا الصورة. يبدأ البرنامج الان تروين الصورة. ننتظر ثواني. ممتاز. ممتاز. بدأ البرنامج. فيما تشوفوا. لاحظوا. كانت كذا. واصبحت بهالشكل. خلاص بعد من خلص طبعا. اقول لكم. تم حفظ الصورة. آآ خلاص تم حفظ الصورة. هذه هي الصورة. ما شاء الله. بيمكني اعملها مشاركة. او اني احفظها مرة ثانية بهالشكل. طبعا بايه هنا على هذه المربع. وبقول له حفظ. اذا بغيت احفظها في اليمني. خلاص هي صورة كده ولا كده حفظت في التطبيق. تمام? شكرا على المتابعة. آآ كان معكم الاستاذ الشيبة.